شمس الهدى طلعت لنا من مكة عين الندى نبعت لنا بحراء نختار آثار النبي وأمره نقف كتاب الله للآراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود والله هو الناصر أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم سبيل الهدى ونحن في أسبوعنا الثاني من شهر رمضان المبارك دعينا الله تعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا نبدأ نرحب بضيوف الحلقة كل من الأستاذ مير أنجون برويز من المكتب العربي في المملكة المتحدة وكذلك الأستاذ داود أحمد عابد من الجامعة الإسلامية الأحمدية في المملكة المتحدة أبدأ معكم أستاذ مير هناك السائل يقول عندي فان وأقوم بنقل بعض البضائع للزبائن وحدث أنه نقل اتفق مع أحد أصحاب المطاعم لنقل بضع أغراض له وكانت على نقلتين وفي النقلة الثانية وجد أن بين الأغراض هناك بضع الصناديق للشراب الكحول فلم يعرف ماذا يعمل وقرر أن يتابع كذلك يكسر الاتفاق مع صاحب المطعم فتابع على مضض ولكن استغفر ربه فيقول هل من إثم أو ارتكبه وما كفارته إذا تم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في هذه الحالة ليس عليها إلا الاستغفار لأن كثير من الأعمال في الدول الغربية تدخل في الاسترار لأن الإنسان لا يستطيع أن يفر منها هو مجبور أن يعمل لأنه لا يستطيع أن يعيش بدون العمل فبعض الأعمال هي أصلا يجب أن يتجنب كل عمل يتعامل فيه مع الخمر يجب أن يتجنب نهائيا ولكن إذا كان مصدرا ولا يجد عملا ويعمل في مثل هذه الأعمال التي ليست فيها التعامل المباشر مع الخمر فهو يدخل في الاضطرار وردت رواية في زمن المسيح الموضة الصلاة والسلام كان الإنجليز يحكم الهند وكانوا قد سمحوا الخمر وكان تحت إدارة الحكومة يعني هناك التعامل مع الخمر فوصل إلى المسيح الموضة الصلاة والسلام سؤال سأل شخص يامل نائب المدير في قسم الرئي وهو يشرف على أعمال كثيرة من بينها الخمر فسأل المسيح الموضة الصلاة والسلام هل هذه الوظيفة جائزة لك؟ فقال المسيح الموضة الصلاة والسلام هو هذا الأمل جائز بصورة الاضطرار نظرا إلى حالة البلاد والظروف الصائدة وقال بما أنه لا يتعامل مع الخمر مباشرة ولا يسقيها ولا يعمل ولا يبي ولا يحملها ففي هذه الحالة هو فقط يشرف على أعمال كثيرة ومن بينها هذا الشيء أيضا فهو مصدر نظرا إلى ولكن قال يجب عليه أن يدعو الله سبحانه وتعالى كثيرا أن يهيئ له أسباب أفضل يهيئ له أعمال آخر ليس فيه التعامل مع الخمر يجب على المرء أن يدعو ويسعى لذلك أيضا وعليه أن يستغفر كثيرا هذا ما نسح المسيح الموضة الصلاة والسلام لهذا الشخص الذي كان يشرف على أعمال كثيرة ويعمل كنائب مدير في قسم الرئي فيتبين من ذلك أن في هذه البلاد الغربية خاصة الإنسان يعمل فيه أعمال كثيرة ويزطر لا يعمل عملا فيه التعامل المباشر مع الخمر لا يقدم الخمر للزبائن ولا يبي ويشتري هذه الأعمال غير جائزة نهائيا ولكن يعمل كثيراً بريد أو ينقل الأمتعى ومن بينها ممكن أن تكون حقیبا أو طرد فيه خمر وهذا اضطرار يدخل فيه اضطرار وعليه أن يدو الله سبحانه وتعالى ويستغفر وليس عليه إلا الاستغفار والسعي ليجد عملا آخر ليس فيه التعامل مع الخمر نهائيا جزاكم الله أستاذ زمير أستاذ داود يقول السعيد استخدموا المراهم والمرطبات للشفاة في فترة الصيام فهل هذا مجاز؟ أشهد الله إله إلا الله وحده لا شرك الله وأشهد أن محمد النبده ورسوله أما بعد فوض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بما أن هذه المرتبات للشفاة يعني شيء خارجي فليس بمفترن للصوم يجوز استخدامها أثناء الصوم أيضا ولكن إذا كان هناك جرح فممكن يعني ينبغي أن يتجنب الإنسان أثناء الصوم ويرتبه ذكاعة الشفاة المشققة يعني إلى درجة كبيرة من الجفاة يعني ينبغي أن لا نتورد في مثل هذا يتجنب الأمر نتجنب نعم جزاكم الله أستاذ زهول أستاذ مير أقيم في سوريا وبسبب الحروب نمر بحالة اقتصادية صعبة وقد اتفقت مع جاري أن أدفع له صدقة الفطرة فطرة رمضان المترتبة عليه على أن يدفع لي هو صدقة الفطرة المترتبة عليه علما أن جاري ليس أحمديا فهل يصح ذلك وهناك سؤال آخر من شاهد آخر يقول أرجو الاستفسار عن فطرة رمضان هل يجوز إعطاؤها لغير صندوق الجماعة لأقربائنا غير الأحمديين وهل يجوز إن كانوا بغير دولة إرسالها لهم أولا لا داية لمثل هذه الحيل أن يدفع أحد لجاره وهو يدفع له كأنهم لم يدفعوا لا داية لمثل هذه الحيل أولا على الأحمدية أن يدفع للجماعة و تحت نظام الجماعة أن يدفع صدقة الفطرة للجماعات و في كل بلد هناك نظام للجماعة و يجب أن يدفع تحت هذا النظام يمكن أن يسأل المسؤول أن هناك قريبا لأجارا لأحد يحتاج إلى صدقة صدقة فهل استطيع أن أدفع له صدقة الفطرة و إذا سمح له المسؤول بأن يدفعه فيستطيع أن يدفع ولكن يدفع تحت نظام الجماعة و يدفع في صندوق الجماعة الجماعة هي توزع بين المحتاجين و الذي يعرف أحدا من أقربائه أنه محتاج فيجب أن يخبر الجماعة فالجماعة تساعده هذا هو الطريق الساعد في الجماعات و يجب أن نتبع هذا الطريق أما السؤال بأننا هل نستطيع أن ندفع لغير الأحمديين فيجوز أن ندفع من صدقة الفطر لغير الأحمديين ولكن كما ذكرتو يجب أن يكون تحت نظام الجماعة والجماعة ستساعد غير الأحمديين أيضا إذا رأت وإذا كانت بإمكانها أن تساعد بحسب إمكانياتها في كل الجماعة الجماعة تساعد غير الأحمديين أيضا وتدفع من صدقة الفطر ومن صدقات أخرى أيضا لغير الأحمديين ولكن هناك شيء آخر في بعض البلاد الذي لا يستطيع أن يدفع صدقة الفطر المقررة فيستطيع أن يدفع نصف صدقة الفطر أيضا هذا أيضا موجود في الجماعة بعض الفقراء لا يستطيع أن يدفعوا بالشرح الكامل فيدفعون نصف صدقة الفطر ولكن الجماعة تساعد لهؤلاء المحتاجين أيضا وعليه أن يصرح لصندوق الجماعة أن هذا نصف ما يترتب عليه نعم ولكن هل يستطيع الأحمدي أن يأخذ صدقة فطرة من شخص غير أحمدي أو من جماعة غير أحمدية يعني هنا سؤال فيه شقين عادة الجماعة تهتم بالأحمديين ولا يحتاج ولكن في ظروف طارئة يمكن أن يأخذ من أي إنسان هو المساعدة يستطيع أن يأخذ حتى من غير المسلمين أيضا وهناك منظمات الدولية تساعد في الدولة الإسلامية والمسلمون يأخذون منهم المساعدات هم ليسوا مسلمين هذا الأمر لا يتعلق بالإسلام والأحمدية هذا الأمر يتعلق بالبشرية والإنسانية ولأجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قانا هناك حلف مثل حلف الفضول لا شاركته بغد النظر أن يكون هم مسلمون وغير مسلمين فهكذا يعني الإسلام يقدم البشرية والإنسانية أولا والدين جاتي بعده جزاكم الله استاذ داود يقول أحد المشاهدين عندما أصلي أغمض عينيها حيث أشعر بروحانية أكبر ولكن قبل قيل لي أنه لا يجوز إغماض العيون خلال الصلاة فما هو الصواب الحقيقة أننا عندما نصلي فيمغي أن يكون هناك وضع خاص للإنسان وهذا الوضع الخاص بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما سوئل ما الإحسان فقال فإن لم تكن تراه فإنه جراك فإذن هذه هي الحلاء الأصلية للإنسان أن يشعر أن الله أنه أمام الله تعالى وَهُوَ جَتَكَلَّمَاهُ فَإِذَا كَانَ هَذَا الْكَلَامُ مَعَا اللَّهِ تعالى فَلَا يُمْكِنْ أَنْ يُغْمِضَ الْإِنسَانَ آئِنَهِ يعني اغماضاً تاماً وَلَا يَسْتَتِيْ أَنْ يَفْتَحَا يعني فتحاً تاماً وَيُعْدِقْ بِكُلِّ شَيْءٍ لذلك بينا نبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني يُسَلِي الإنسان علیه أن يرمياً نظره بصره إلى موضع سجوده و يعني ليس من ضروري أن يفتح الإنسان العينين تماماً وَلَا يُغْلِقَهُمَا تماماً مرةً سئلها سيدنا إمامنا الأحالي الخليفة الخامس نصر الله تعالى نفس هذا السؤال فأمين المؤمنين أجاب هذا الشخص أنت تتكلم الان معي فهل تظن أنك عندما تتكلم معي إذا تكلمت معي مغمن العينين تحترمني أكثر؟ وعندما تتكلم معي بفتح عينيك؟ هذا هو الاسلوف فعندما نصلي يجب أن نصلي بأسلوب حتى نشعر أننا متيقذين ونشيطين وليس لسنا نائمين علينا أن نشعر بأننا في حضرة الله تعالى وأنه يرانا أيضاً في لقائه جزاكم الله أستاذ داود أستاذ مير يقول عند حضور صلاة جماعة لصلاة ما من أربعة ركعات ودخلت على الركعة الرابعة وأتممتها معهم وسلم الإمام والآن وقفت لأصلي الثلاث ركعات الفائتة والسؤال كيف أرتبها؟ هل في الركعة الأولى أجلس لتشهد والركعات الثانية وأقف والثالثة وأجلس تشهد؟ أم أقف في الركعة الأولى والثانية والثالثة تشهد؟ هناك طريقان لإتمام السلاة إذا صلى مع الإمام ركع واحدة من أربع ركعات وعليه أن يسلي ثلاث ركعات ولأداء هذه السلاة هناك طريقان أولاً أن يقف بعد التسليم ويكمل ركع ثانية ويتشهد بعد إكمال الركع ثانية ثم يكمل ركعتين كما يسلي ركعتين هذا هو الطريق وهذا يجب أن يتبع ولكن هناك طريق آخر أجازة هو الطريق الأولى هو أن يسلم الإمام يقف في ركعته الثانية ثانية وبعدها يجلس ويتشهد وبعدها يقف لركعتين وبعدها يتشهد في الركع الرابع هذا هو الطريق أما هناك طريق آخر الذي أجازه الفقهاء والعلماء أيضاً وهو أن يحسب الركعة الأخيرة مع الإمام ثم يقوم ويسلي الركعة الأولى يعتبر هذه الركعة الأولى له وحيداً لا يجلس للتشهد ويقف في الركعة الثانية التي يسليها لوحده ورقعة الأولى له ورقعة أثانية ركعة ما لإمام ورقعة أثانية له يقف مباشرة ثم يتشهد في الركعة الثانية ولكن نحن نفضل أن يتبع الطريقة الأولى التي ذكرته بأنه أكمل الركعة مع الإمام ثم يقف للركعة الثانية يتشهد في نهاية نهاية الركعة الرابعة للإمام هي الركعة الأولى له له أما في الطريقة الثانية هو اعتبر الركعة الرابعة للإمام هي الركعة الرابعة له له وبدأ في الركعة الثانية الأولى بالنسبة له وحيداً نعم و لا يتشهد في الرقاء الثانية و بعد ذلك يتشهد في الرقاء الثالثة تصبح له يتشهد ثم يتشهد في الرقاء الرابع أيضا هذا أيضا هو الطريق الذي أجازه العلماء لكما ذكرتو هذا ما ورد في كتاب الفقه أن يتشهد في الرقاء الثانية ثم لا يتشهد في الرقاء الثالثة و يتشهد في الرقاء الرابع هكذا يكمل ثلاث رقعات هذا الاسلوب هو جهاز تبدل الرقع الأولى مع الرقع الرابع والثانية والثالثة في موضعه ما وإذا غيرنا اسلوب فهذا يعني نحن نبدلنا مكان كل رقع لذلك الطريق الأول هو الأقرب إلى الصح ولكن طريقان صحيحان الطريقان مقبولان ولكن الطريقة الأولى هي الأقرب إلى الصح طيب جزاكم الله أستاذ داود إذا حصلت الحرب العالمية الثالثة حسب تحذيرات أمير المؤمنين أيضا الله تعالى بنصر العزيز هل يعتبر الأحمديون شهداء إن ماتوا خلال الحرب ولو لم يكونوا ضمن المتحاربين هذه ستكون طامة كبرى إذا حدثت لا سمح الله وأجارنا الله منها وبقانا من مثل هذه المشاكل والعالم جميعه والجمال الإسلامي والجمال الإسلامي نفل صيام وصلاة دعاء لله تعالى وخاصة من المؤمنين يعني يقول يطلب من جميع الأحمديين بشكل خاص في الخطب هذه الأجام حتى يجنب بن الله تعالى من هذه المشكلة المشكلة الكبيرة أما بنسبة لكلمة شهيد فهو كلمة واسعة جدا وعنى قد نفهم في بعض الأحيان أن الذي يضحي بحياته في سبيل الله تعالى هو الشهيد فقط فهوناك رواية عن سيدنا ابو حريرا رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله تعالى ما تعدون شهيدا فيكم قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد قال إن شهداء متیزن لقليل لقانالأمرو كذلك فهذا يعني على دد يكونوا قلیلا جدا قالوا فمنهم يا رسول الله من هاولا شهداء قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد حتما ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في التعون فهو شهيد من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد الشخص خرج من البيت في سبيل الله تعالى مثل المبشرين يخرجون من بيوتهم وجاذبون الى بلاد اخرى انداما يموتون الجماعة اذن تعتبرهم شهداء لأنهم قدضحوا بآياتهم في سبيل الله تعالى هذا ما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم به وضوع ومن مات في التعون فهو شهيد ومن مات في البطن فهو شهيد هذا حديث من سبيل الله مسلم اما سيدنا المسيح الموت لسيط اسلام فبين شيء آخر وعام من هذا وعام من هذا لأنه هناك أربع درجات في الإسلام النبي والصديق والشهيد وصالح هذه المرتبة الثانية من هذه الدرجات فيقول سيدنا المسيح الموت لسيط اسلام عامت الناس يظنون أن الشهيد من قتل في مارقة وغرق في النهر ومات بالوباء فقط لكنا نيقولو بأن الاكتفاء بهذا المعنى فقط وحسر الاستشهاد في هذه الحدود بعيد عن شأن المؤمن فشهيد في الحقيقات من جنال الاستقامة والسكينة من الله تعالى بحيث لا تزعزئه أي زلزلة أو حادثة بل جبقى صامدا متصديا للمسائب والشدائد لدرجة لو لم يجد إلا أن يجود بحياته في سبيل الله لا نال صمودا خارقا للعادة ولا قدم رأسه دون أي نوع من الحزن أو الحسر فهو يتمنى أن ينال الحياة مرارا وتقرارا اللي يضحي بها مرارا وتقرارا وتكون في روحه لذة وسرور بحيث تمنهه كل دربة سيف تقو على جسمه لتسقه حياتا جديدة ومسارة جديدة ورضارة جديدة فهذا هو معنى شهيد سمجھ قولو سيدنا المسیح والدرسلسلام ثم إن شهادت اسم للدرجة والمكانة هنا يحرزها الإنسان جرى الله تعالى في كل عمل له على الأقل يوكن بين الله تعالى جراه وهذا يسمى إحسانا أيضا إذن الشهيد هو يعني إذا كان موقنا بالله تعالى ويعمل هذه الأمور فهو شهيد وإنما تعالى سري له جزاكم الله أستاذ داود نعم هناك شيء تريد أنتو لا هناك سؤال أحد المشاهدين يقول يريدون أن إجراء التنظير لي بإدخال كاميرا إلى جوف المعدة فهل علي الإفطار يومها أم أنه يمكنني الصيام؟ يعني ربما الشخص في أحد الدول الغربية وهم يقررون مواعيد لهذا لا يستطيع التحديد أولا في حالة المرض يصفون أن يامل التنظير والمريض لا يصوم إذا كان مريضا فعليه اللا يصوم أسلا لأن الإنسان عندما يشعر بآلام حادة في البطن في المعدة فالطبيب يصف له أن يجري عملية التنظير والمريض لا يصوم فعليه أن يفترى في رمضان إذا كان مريضا وثانيا في عملية التنظير يستخدمون بعض الأضوية لتسكين الحلق لكي لا يشعر بالألم وعندما يستخدمون هذه الأدوية للتسكين بالحكمة والبخخ فيفتر ولا يستطيع أن يصوم في يوم التنظير فهذا ما يحدث عموما ولكن كما ذكرتم أن في الدول الغربية يعطون مواعيد بعد أشهر في بعض الأحيان مثلا الإنسان شعر بأعلام وذهب إلى الطبيب والطبيب وعطاه الدواء استخدم هذا الدواء وقد شفيت تماما ولكن كان مععد التنظير بعد أشهر وبدأ رمضان في تلك الأيام ويذهب للمعد وإذا كان الطبيب لا يستخدم أي دواء لتسكين الحلق وإذا كان هو قد شفيت تماما وليس له أي عراض للمرض وهو سليما فمجرد إدخال الكاميرا في الجوف لا يفتر ولكن هذا كما ذكرت عليه أن يستفت قلبه إذا كان يستطيع تحمل لأنه مؤلم هذه الأملية أيضا ليست سهلة فيستطيع أن يفتر في ذلك اليوم أيضا ولو تحسن من آلام المائدة يقرر هو بنفسه ولكن كما ذكرت أنه يستطيع أن يسوم إذا تحسن تماما وإذا لم يستخدم الطبيب أي شيء في خلال هذه الأملية إذا استخدم أي دواء ولو قطر واحدة فيفتر كان ليس مريضا وصام في هذا اليوم وذهب إلى التنظير ولم يستخدم أي مسكينات أو مواد لمساعدة الكاميرا للإدخال فهو يبقى صائما وإلا يعتبر قد أفطر وعليه أن يعوض هذا اليوم بيوم آخر طيب جزاكم الله أستاذ مير أستاذ داود بعجالة في آخر موعد البرنامج يقول مصاب بالربو وأستعمل بخاخ وقد أجاز المشائخ استعماله أثناء الصيام ولكن أريد معرفة قول الجماعة الأحمدية في ذلك لمن لا يعرف الربو هو مرض مزمن نعم يتسبب في ضيق في التنفس أيضا يعني المصاب بالربو طبعا هو أحد المرضى ويعني المريض إذا كان مرضه كثيرا جدا يبغي لا يسوم أما إذا كان مرضه قليل فهذا يدلو على استخدام البخاخ كم مرتا هو يستقدم البخاخ في الجوم إذا كان يستقدم البخاخ مرارا فأفضل له أن لا يسوم لأنه مرض وإذا كان يستقدم مرتا مرتا مرتين فيمكن أن يستقدم البخاخ يعني بعد الإفطار وقبل السحور ولكن بما أن هناك دواء في البخاخ وإن كان هذا الدواء يدخل إلى الرئتين هذا مثل الحقنة الحقن نعم فليس من الضروري أن نقول لنا هذا الدواء يدخل إلى الرئتين ولا يدخل إلى الجوف المايدة فليس مفترا إنه مفتر فعلى الإنسان أن يتجنب مثل هذا الأمر إذا استطاعه ولكنه إذا شعر أن المرض سيزداد فعليه أن يفتر ويستقدم الدواء ويصوم إذا استطاعه بعد رمضان إذا لم يستطع أن يصوم فيما بعد أيضا عليه الفذية إذا استطاع أن يقدم الفذية أيضا يعني بهذه الحالة هو إذا يعتبر من الأمراض المزمنة وعليه أن لا يصوم بشكل عام ولكن إذا كان يستطيع التقيد خلال فترة الصيام بعدم استعمال هذا الدواء فيمكنه الصم وإلا عليه أن يفطر نعم جزاكم الله أستاذ مير جزاكم الله أستاذ داود أعزائي المشاهدين نأتي إلى نهاية هذه الحلقة يقول حضرة ميرزا غلام أحمد القاضياني لإمام المهدي والمسيح المحمدي الموعود عليه السلام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بهذه الجملة الوحيدة تكشف عظمة شهر رمضان ويحظى فيه الإنسان بكشوف كثيرة إن الصلاة تقوم بتزكية النفس أما الصوم فيحظى به القلب بتجل والمراد من تزكية النفس أن يصبر العبد في معزل عن شهوات النفس الأمارة وأما التجل على القلب فيعني أن يفتح عليه باب الكشف فيرى الله عز وجل ففي الجملة أنزل فيه القرآن إشارة إلى أنه مما لا شك فيه أن أجر الصوم عظيم ولكن الأمراض والأهواء تحرم الإنسان من هذه النعمة إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا أشكر متابعتكم وأشكر ضيوفنا الكرام مع أطيب الأمنيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شمس الهدى طلعت لنا من مكة عين الندى نبعت لنا بحراء نختار آثار النبي وأمره نقفو كتاب الله للآراء